اهلا بحضراتكم من جديد ومتواصلين ومستمتعين مع حضراتكم مع ضيفنا العزيز الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حتى الآن وغير المرشح للانتخابات الجاية عشان كده كان من المهم يكون معنا في هذه القراءة لهذا المشهد الانتخابي في وعي الجمعية العمومية وحضراتك أشرت إلى ما وصفته بشخصية الأهلي كعامل مؤثر في الحفاظ على تقاليد النادي مع كل إنعقاد للجمعية العمومية اتكلمنا على الكابتن صالح وإزاي كان بيدير وإزاي كان بيأكد على ثوابة النادي وانتقلت عصر قيادة في حضورك في عضوية المجلس لكابتن حسن حمدي بعد وفاة الكابتن صالح وطبعا حضراتك عصرت الكابتن حسن وانت في إداري في السباحة وهو موجود في مجلس إدارة وانت عضو مجلس إدارة وهو نائب رئيس ثم رئيس وكملت الدورة معاه لألفين واربعة نموذج الكابتن حسن حمدي لأنه ده نموذج مهم جدا في تاريخ النادي الأهلي طبعا ونموذج وقيع جدا خلي بالحضراتك دايما أنت عندك نوعيات مختلفة داخل النادي الأهلي عندك النوعيات الجماهيرية ده كابتن صالح وكابتن محمود ربنا دي له الصحة دلوقتي دول ناس أساطير وجماهريين جدا ونجوم فوق العادة عايز أكد لحضراتك على الهجوة دي للتنين في تاريخ النادي الأهلي الاتنين الوحيدين كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب اللي خادوا انتخابات الأهلي على كل المقاعد الوحيدين والوحيدين اللي الجمعية ما خزلتهمش ولا مرة يعني في ناس كتيرة خاضت وفقت أو لم توفق وفي ناس رئيس فقط أو نائب فقط لكن الاتنين هم الوحيدين في تاريخ النادي كل المقاعد عضوة من صندوق ونائب رئيس ورئيس وبنجاح كابتن حسن بقى دي مدرسة تانية ومدرسة إدارية يعني نقدر نتكلم فيها حلقات وحلقات لأن احنا كلنا زي ما قلت الحركة يمكن في الدرداشة قبل البرنامج كلنا خارجين من تحت عباية كابتن حسن في التعليم الإداري يعني إيه النادي الأهلي ويعني إيه الإدارة والإدارة الهادئة الإدارة اللي بتستمع كتير قوي 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 وبتكون قرار بالراحة بس سواء إنها خدت قرار القرار ده لا رجعت فيه خلاص عشان كده كابتن حسن يمكن قراراته أهدى وأبطأ من كابتن صالح كابتن صالح كان بياخد قرارات على طول كابتن حسن كان أهدى بكتير بس قرارات ما فيهش رجوع وكان بس ما نقدرش نقول إن ده صح وده غلط لا الاتنين مدرستين والاتنين كانوا بيكملوا بعض عشان كده كانوا أنجح من أنجح السنائيات اللي اشتغلت مع بعض كملوا بعض قوي الزبط ورؤية كابتن صالح في كابتن حسن إنه هو سنة 92 ياخد كابتن حسن وهو لسه سنه صغير وقتها كان 43 سنة ويعديه فوق ناس كتير وأسماء كبيرة قوي قوي داخل جدران النادي الأهلي قوي في الانتخابات التانية لها ديسمبر 92 وباكيل النادي اللي هو موازي دلوقتي النادي برئيس النادي المسمى الجديد فده كانت رؤية كبيرة قوي قوي صحيح وفعلا السنائي اللي اشتغل حوالي 10 سنين من 92 لحد 2002 كان السنائي ناجح جدا والنادي الأهلي من خلاله شاف تفارات ونجاحات كبيرة تنحسن من الناس اللي تتعلم منها قدارة وتستمتع وحضراتك بتفرج معهم يمكن انا كان ليه على الحظ وشرفت ان انا وانا تحت السن ساعدته وشاركت في تعديل لايحة النشاط الرياضي وشفت ازاي بيشتغل وازاي بيحط الحاجات وازاي بيفقر ان انت انت ما بتفكرش وانت بتحط اللايحة ما بتفصلهاش على حد انت بتفصله على حاجة واحدة بس مصلحة النادي الأهلي بالزبط ما فيش اي حاجة تانية يعني ما بتبقاش شايف دي هتفيدني ولا حسين ولا اي حد اصل ده اعرفه اصل ده مصدوم لا انت بتبقى بتبقى واخد مصلحة النادي الأهلي وبلا اي اعتبارات جانبية ودي من الحاجات اللي الواحد برضو تعلمها من كابتن حسن ويمكن يعني انا الحمد لله رغم ان انا كنت تحت سن ساعتها لكن انا شاركت في لايحة النشاط الرياضي وساعت فيها وكانت اول مرة يدخل يبقى الاداريين ليهم لايحة جوالنادي الأهلي وكان ده اقتراحي وخد بيه رغم انه كان ممكن يقولك ماشي بس او لا لكن من ساعتها ابتدى يبقى كادر الاداري ليه خط جوى نادي الأهلي من لايحة سنة 2004 وبقية الفترة اشتغلت كويس الحمد لله مع كابتن حسن وتعلمت منه كتير والحمد لله من الشهادات اللي بعتز بيها جدا شهادة كابتن حسن لها لما قال في جلسة والجلسات الولد ده اداري اداري كويس وحيبق اداري كويس بعد كده قدام فكانت شهادة بعتز بيها والحمد لله يعني اتمنى ان انا اكون يعني ايه عند حسن الظن اللي كان طبعا ده اكيد الحمد لله فلا حسن مدرسة كبيرة جدا والواحد يعني انا يمكن بعيدت شوية من 2014 ل 2014 كان في مجالس ادارة موجودة ونجحة جدا ونجحتها يعني يمكن من انجح المجالس على مر العصور في النادي الأهلي والواحد كان بيسندها من برة وكان مشجع أهلاوي بتشجعه ومبسوط بالانجازات اللي ما حصلها على الأرض ويمكن الواحد شاب فيها انجازات قروية كويسة جدا الحمد لله احنا مجلسنا اللي فات برضو ابتدينا نستعيد جزء من الانجازات بالأرضية وان شاء الله يا رب اتمنى ان المجلس الجاي بإذن الله يكمل ويبقى أحسن كمان لان احنا دايما بنتمنى ان النادي الأهلي يبقى أحسن وأحسن بالزبط وان اللي جاي يبقى أحسن من اللي قبل طبعا طبعا فلما جيت بقى في 2014 كانت عندي الخبرة اللي اكتسبتها ويمكن يعني تنحللي قبل ما تكون جيت في 2014 تمام